بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشهدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكن يا مولانا لتدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا مرحبا وأهلا بطلابي وأحبائي طلاب الصف الأول ثانوي علمي معلمكم معلم التربية الإسلامية محمد الحديد من مدارس خطاج الدولية وصلنا عند الدرس التاسع والثلاث والدرس الأربعون والذي يتحدث عن المحرمات من النساء وهما على نوعان محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيد أما التي على التأبيد فمعناها هنا النساء التي لا يحل للرجل أن يتزوج بإحداهن أبدا أبدا من لما تخلق لما تموت هذن ما بصير نهائيا تتزوج من أي واحد من هن لأن سبب التحريم ثابت ولا يزول وهن على ثلاثة أنواع النوع الأول محرمات بسبب قرابة النسب أصل الرجل يعني ما بصير تتزوج أمك ولا تتزوج جدتك جدت أبوك أو جدت أمك هذن المحرمات إشمالهم على التأبيد بسبب القرابة خروع الرجل بناته حفيد داته ما بجوز مستقبل إن شاء الله إذا جاءك بنتي ما بصير تزوج بنتك أو تزوج بنت بنتك أو ابن بنتك أو بنت ابنك ما بصير نهائيا طيب أخواتك سواء كانت الشقيقات أو أخوات لأب أو الأخوات لأم وبناته يعني ما بصير تتزوج أختك ولا بنت أختك ولا بصير تتزوج بنت أبوك بنت أبوك مين بتكون جاي من مرأة أخرى مرأة أخرى هذن ما بصير تتزوجها لا المرأة ولا بنتها ولا بصير تتزوج إذا أمك توفي أبوك وتتزوجت رجل آخر ما بصير تتزوج بنت أمك أيضا التي جاءت من رجل آخر من زوج آخر عماتك خالاتك عمات أبوك عمات أمك خالات أبوك خالات أمك سواء كنا الشقيقات أم لأم يعني ما بصير تتزوج أمك مثلا أم لأب مثلا ما بصير تتزوج له لا جدة زوج أمك ولا أم زوج أمك ولا أي أحد طيب محرمات بسبب المصاهرة زوجات أبوك زوجات أجدادك جدك متزوج أربعة ما بصير تتزوج ولا واحد منهم هدول إيش من جهة الأب والأم تكون الحربة مجدر العقد بمجرد ما كتب أبوك أبوك العقد على الزوجات أو جدك العقد على الزوجات حرمت لسه أبوك ما دخل فيهم ولا صارت زي ما قلوها العرس لسه بمجرد ما كتب العقد حرموا عليك طيب زوجات أولادك اللي هم الحليلات يعني زوجة ابنك ما بصير تزوجها بمجرد ما كتب العقد أيضا حرمت زوجات أولاد الأولاد أيضا كذلك وزوجات أولاد بناتك وإن نزلوا أيش يعني وإن نزلوا يعني وإنزل زوجات بنات بنات بناتك زوجات بنات 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 بناتك إلى آخره من الزوجات تكون حرمة بمجرد العقد الثالثة أم زوجتك وجداتها تكون حرمة بمجرد العقد أيضا طيب بنات زوجتك بنات زوجتك إذا زوجت واحدة أرملة كانت أو مطلقة وتزوجتها وكانت عندها بنات ولا بنات بناتها ولا بنات أبنائها وهنا الرباع وتكون حرمة بمجرد الدخول فقط ليس بمجرد كتابة العقد لا لازم يصير عرص ولازم يدخل فيها الرجل حتى تحرم هذه المرأة العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات إيش يعني مجرد من أنك كتبت عقد على البنت تحرمت عليك أمها وجدتها وجدت جدتها إلى آخره طيب الدخول بالأمهات ذاتك لأنك تكتب العقد بس لازم عفوا الأمهات نعم لا يكفي أن تكتب العقد وإنما يجب الدخول بالأمهات حتى تحرم بنات هذه الأمهات الثالث محرمات بسبب الرضاع يحرم الرضاع بكل ما يحرم بناتها أخت أبوها أو أخت أمها أو بناتها أو عماتها أو خالاتها أو عمات أبوها أو عمات أمها أو خالات أبوها أو خالات أمها سواء كنا الشقيقات أملأ أم لأم أب ولا تحرم عليه عليهن إيش بناتهم زي ما قلنا هذه المحرمات على التعبيت المحرمات من النساء تحريما مؤقتا إيش مؤقتا مدقزمني مؤقتا وهنا النساء التي يحرم الزواج بإحداهن بسبب عارض فإذا زال السبب زالت الحرمة منهم المرأة المتزوجة ما بصير يتروح أن تتزوج مرأة متزوجة برجل آخر إلا إذا طلقها أو مات عنها واعتدت فيجوز لك الزواج منها المرأة المعتدة يحرم الزواج من أي مرأة معتدة يعني لساتها بعدتها مثل المرأة المتوفعة عنها زوجها أربعة شهر و عشرة أيام ما بصير خلال هذا أربعة شهر و عشرة أيام أنك تعتقد عقد الزواج عليها وتتزوجها لا يجوز لأنها معتدة المطلقة ثلاثا إذا طلق رجل الزوج تطلق بائنا بينونه كبرى إيش يعني بائنا بينونه كبرى آخر طلقة فيهم طلقت طلقاتهم موتوا و طلقت طلقة ثالثة فلا تحل له حتى تتزوج من زوج آخر زواجا شرعيا يدخل فيها من غير اتفاق من الزوج الأول إذا مات الزوج الأول إذا مات الزوج آدم من زوجها و يدخل بها ثم يطلقها من غير اتفاق مسبوق مع زوجها الأول أو أن يموت عنها إيش يعني؟ يعني أحدهم تزوج امرأة و طلقها ثلاثة طلقات الآن حرمت عليه تحريما إيش ماله مؤقتا؟ إيش مؤقتا؟ يعني هاي المرأة لا يجوز أن يتزوجها الآن إلا إذا تزوجت برجل آخر وهذا الرجل الآخر طلقها أو مات عنها فيجوز للرجل الأول أن يتزوجها فهمنا؟ فيجوز للرجل الأول أن يتزوجها طبعا من غير اتفاق بين الزوجين ما بصير الزوج الأول يتتفق مع الزوج الثاني طلقها عشان أنا أرجعها الزوجها لا إذن لازم تكون من غير اتفاق طبعا برضاها أيضا اختلاف الدين إيش عن اختلاف الدين؟ يحرم على الرجل الزواج من غير المسلمة غير الكتابية يعني يجوز الجواز من الزواج من اليهودية أو النصرانية لكن من غير الكتابية يعني كافرة أو مشركة بالله عز وجل لا يجوز الزواج منها الجمع بين أكثر من أربع نسوة إيش يعني الجمع بين أكثر من أربع نسوة؟ يعني ما بصير يكون عندك خمس نساء لا أربع فقط إذا ماتت وحدة صارت ثلاثة بجوز أنك تتزوج واحدة رابعة بما أنه عندك أربع نساء لا يحل لك أن تتزوج الخامسة الجمع بين المحارم سناء هاي الجمع بين الأختين ما بصير تتزوج المرأة وتروح تقول ولا بدي أتزوج أختها لا إلا إذا ماتت هاي المرأة الأولى اللي هو أختها إذا ماتت بجوز أنك تتزوج أختها العائشة أو أنك طلقتها بجوز تتقدم لأختها الثاني الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها إيش يعني؟ يعني ما بصير تتزوج المرأة وتجيب كمان خالتها وتتزوجها لا ما بصير تجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها لأن ذلك حر مشر عنه نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق أحكام شريعة الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو منكم طلاب العزاء إذا وجدتكم أي مشكلة أو أي زي نقوله هاترك بسيط أنك ترجع إليه أنا موجود إن شاء الله ورقمي موجود أيضا وحل أسرت الدروس يجب أن تبعثها إلي على الواتس أب وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر